أهلا بكل مشاهدي قناة الآلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج الأهل الليلة حالة النهاردة بالتأكيد هنتابع فيها آخر المستجدات والأحداث الرياضية لا سيما قرأة دور أبطال إفريقيا وكاس الكنفدرية التي انتهت منذ قليل هنا طبعا في إحدى الفنادق القريبة في 6 أكتوبر قرعة كانت مهمة جدا الكل كان بيتبحها عن كاس بخلال الساعات القليلة الماضية موقف النادي الآلي في البطولة الإفريقية دور السمانية المواجهات المتوقعة خلال الفترة القادمة وبالتأكيد وبالطبع مواجهة منتظرة الكل كان بينتظرها على أحر من الجمر مباراة الأهلي وسانداونز في الدور ربع النهائي لدور أبطال إفريقيا مباراة الزهاب إن شاء الله هنا في القاهرة يوم 29 فبراير ومباراة العودة في بريتوريا في جنوب إفريقيا بعدها بإسبوع تحديدا أحد يومي 7 أو 8 مارس باقي المباريات أو باقي الأوراة الدور الثمانية أصفرت عن مواجهات أيضا قوية لأن كل الفرق التي تأهلت إلى دور الربع النهائي كلها فرق سبع لها الفوز بدور أبطال إفريقيا أو حتى كأس الكنفدرالية الرجاء المغربي في مواجهة مازنبي الكنغولي الوداد البيضاوي المغربي في مواجهة النجمة الساحلي التونسي النادي الأهلي في مواجهة سانداونز بطل جنوب إفريقيا والزمالك في مواجهة الترجي التونسي مباراة تتقرر لفترة القادمة بشكل كبير بعد مباراة السوبر اللي عتقام يوم 14 فبراير الزمالك والترجي سيتقابل مرتان أيضا مباراة يوم 29 فبراير في القاهرة ثم مباراة يوم 7 أو 8 مارس على ملعب رادس في تونس في لقاء العودة طيب مرحلة دور الثمانية خلاص اتحدت المواجهات والمباراة ما بين التمن فرق وكل فريق عارف خلاص مين المنافس بتاعه في هذه المرحلة المهمة طيب مرحلة الدور السيمي فاينال مرحلة الدور ربع النهائي اتعاملت قرع أيضا للمواجهات كل فريق أو كل مباراة معها رقم في القوارتان فاينال بالنسبة لدور الثمانية طيب الفائز من المباراة الرقم اتنين اللي هي الرجاء ومازنبي الكنغولي هيلاعب الفائز ما بين الزمالك والترجي التونسي تاني الفائز من بين مباراة الرجاء المغربي ومازنبي الكنغولي هيواجه الفائز من مباراة الترجي والزمالك في مرحلة الدور السيمي فاينال مرحلة الدور ربع النهائي طيب المواجهة الأخرى في مرحلة السيمي فاينال الدور ربع النهائي الفائز ما بين الوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي هيكون في مواجهة الفائز ما بين الاهلي وسانداونز بطل جنيوب إفريقيا في كلتا الحالتين في مرحلة السيمي فاينال إن شاء الله لما الاهلي يتأهل والزمان يكون موجود أيضا في مرحلة السيمي فاينال لقاء العودة للنادي الاهلي إن شاء الله لما يتخطى سانداونز ويواجه فريق الوداد المغربي أو النجم الساحلي الفائز منهما لقاء العودة هيكون في القاهرة يعني إذن مرحلة الدور ربع النهائي بالنسبة للنادي الأهلي أول مباراة مع ساندونز في القاهرة يوم 29-2 المباراة الأخرى في بريتوريا في جنوب إفريقيا أحد يومي 7 أو 8 مارس طيب إن شاء الله الأهلي يتأهل لمرحلة الدور ربع النهائي هينتظر الفائز ما بين الوداد المغربي والنجم السحلي أي أن كان من هو المتآهل ما بين الوداد والنجم المباراة الأولى خارج مصر المباراة الأولى قد تكون في الوداد في المغرب أو مع النجم السحلي في تونس ولقاء العودة في مصر موعد مباراة السيمي فاينال لسه أول أسبوع في مايو السيمي فاينال لسه موعده مؤجلة شوية عشان بطولة الأم الأفريقية للمحليين فبالتالي دوري التمانية خلاص نهاية فبراير أول مارس السيمي فاينال إن شاء الله لما نوصل للمرحلة دي هنتكلم عليها بتفاصيل لكن المهم بالنسبة لنا مباراة الأهلي وساندونز وبالتأكيد الفترة اللي جاية في تفاصيل كتيرة في هذه المباراة طيب أنا معي على التليفون طبعا أحد المدربين اللي كان لي اللي كانت